الأعراض يا دكتور يعني أنا بشعر بإيه حريك بتقول أني دي حاجات من ضمن الحاجات زي الشعر الأبيض يعني مع السن بيبتدي يحصل خشونة للرجبة لكن الأعراض يا دكتور أعرف منيني أن أنا بدأ يبقى عندي جرس انظار كده أن أنا داخل على خشونة رجبة تمام يعني أول الأعراض لما ييجي مثلا في الأول بيبدأ إبزل مجهود بسيط أو يطلع سلم يلاقي مع طلعت السلم بيبقى فيه وجع فيه الألم في الرجبة ويبقى الألم هو في محيط الرجبة من الأمام أو من الخلف تمام ده هو بيبقى في الأغلب بيبقى بسبب خشونة الرجبة طبعا إحنا بنعمل حاجات تشخيصية تانية مساعدة زي الفحص الكلينيكي زي أن احنا بنعمل الأشعة العادية ودي اللي بتبين حالة العضم ويه اللي هو المسافة ما بين العضمتين فيه بنعمل سنار وده بيبقى موجود في العيادة والسنار ده دلوقتي مع طباعة علاج الألم عمل زي السماعة مع دكتور الباطنة والزبط تمام أنا بيبقى معي المريد لازم أبص عليه بالسنار على طول السنار بيبقين لحاجات كتير جدا زي حالة العضلات حالة الأربطة حالة الغضروف وفي نفس الوقت هل فيه ارتشاح حول الرجبة أو مفيش ارتشاح فيه بعض الحاجات بقى الداخلية اللي ما بتظهرش لا بالسنار ولا بالأشعة العادية دي بنضطر نعمل الأشعة متقدمة شوية اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي تمام دي في الأغلب لو احنا شكين في حاجة فيه اللي هي الأربطة الصليبية أو الأربطة الداخلية لجوه طبعا تبقى فيه السن الصغير والعيبة الكورة وكده ومتظهرش ألا فيه الرنين المغناطيسي